بسم الله الرحمن الرحيم ما هي الجنرال بروبرتيز مالة الاكوية السلوشن او الخصائص العامة للمحاليل المائية اول شيء شو نتعريف السلوشن او المحلول متجانس خليط متجانس من مادتين او اكثر ونقبلنا ان المادة اما عنصر او مركب السوليوت او المذاب المادة الاقل الموجودة في كمية اقل المادة الاقل السولفنت المذيب المادة الاكثر كمية في المحلول فلو كان عندي ماء وحطيت فيه شوية شكر وذابه الماء هو المذاب السولفنت كمية اكبر الشكر هو السوليوت لانه كمية اقل سلوشن تايبس او انواع المحاليل غاسيس سوليد او لكويد احنا اللي همنا بس المحاليل السائلة في السولوشن السوليوت 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 اما يكون سائل او صلب السوليوت المذيبها الماء السوليوت 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 لان الدفاع السوليوت الماء السوليوت pure water اللي هو الماء النقي اللي هو بس H2O is a very poor conductor يعني موصة ضعف جدا 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 للكهرباء if we add a small amount of sodium chloride إذا حطينا شوية NACL the solution will conduct electricity راح يوصل المحلول تيار الكهربائي top water اللي هو ماء الحنفية واحفظ لها الكلمات هذه المسميات اللي هي pure water و top water ميز بينها top water يعني ماء الحنفية اللي نصبه من الحنفية does conduct electricity وصل تيار الكهربائي ليش؟ because it contains many dissolved ions داخل هذا الماء فيه أشياء مذابة في أيونات مذابة في وصل تيار الكهربائي معناته يا جماعة الخير هذا ماء غير ناقي غير ناقي يعني فيه أشياء ذائبة فيه مثل ماء البحار مثل الماء الحنفية وغيرهم إذا كان الماء غير ناقي فيه أيونات ذائبة معناته يوصل تيار الكهربائي مثل المياه المعدنية الماء الصحة أما pure water a very poor conductor كيف يحدث توصيل الكهربائي في المحالي عن طريق الكاتيونات والأنيونات التفكك التفاكك أو التفكك هو التفكك من المراقي على الكاتيونات وتبكك الكاتيونات وأنيونات أحفظ هذه التعريف الحين خلني حق الفرق بينهم بين الالكترولايتس والنالكترولايتس والويك الالكترولايتس الاسترونج الالكترولايت ديسوسياتس 100% انتو ايونز ان اسولوشن يعني تفكك بالكامل فهذا نا سيئل يعطيني نا موجب زائد سيئل ماينس لما احطه في الماي هل يبقى من هذا شيء في الماي لو خذينا القلاس شذي ها وذوبنا في نا سيئل الحبيب هذا شنو راح ألقاه راح ألقى نا موجب وراح ألقى سيئل صالب غيره ما راح ألقى ولا شيء ليش لانه هذا كله تفكك الى ايونات ديسوسياتس 100% خلاص فهذا كله يخلص ما يبقى نا سيئل ما ألقى الا نا موجب و سيئل صالب الهايدريشن وهذا تعريف هذا تعريف تحفظونا is the process in which an ion is surrounded by water molecules arranged in a specific manner بمعنى لما احنا نذوب نا سيئل مثلا في الماي فنقول هذي النقطة الزرقة هي الصوديوم اللي هو الان اي بلاس بروحها راح نلقى انه جزيئات الماي تحاوطة شذي بهالشكل هذا الان اي بس ها والسيئل راح يكون هالصوب و راح نلقى انه جزيئات الماي ايضا محاوطة عشان تفصل بينهم هذي خاصية العزل حق الماي عموما هذي سالفة الاحاطة هذي يسمونها الهايدريشن يسمونها الهايدريشن the process in which an ion هذا الايون اللي هو الصوديوم الموجب او الكلور السالب او غيرهم is surrounded يحاط بايووتر مالكيولز تمام شنو فايدة الهايدريشن هذي it helps to stabilize ions تخلي الايونات ثابته شنو يعني ثابته ما ترجع التجمع ويبعضها وتسوي مركبات لا يصير كل ايون معزول عن الثاني in solution and prevents the cation from combining with the anion يعني يتمنع الكاتيون انه يتحد مع الانيون يرجع يسوي المركب الايوني اللي كان عليه تمام الايونيزيشن is the separation وهذا تعريف بعد نبيكم تحفظونا is the separation of acids and bases into ions اللي هو تفكك الحمضة او تفكك القاعدة الى ايونات الـ reversible reaction يا جماعة الخير ما رأينا بالثانوية اللي هو الـ reaction اللي يكون فيه سهمين الـ reaction can occur in both directions التفاعل يحدث في كل الاتجاهين طردي وعكسي التفاعل الانعكاسي التفاعل الذي يحدث في الاتجاهين الـ chemical equilibrium يا جماعة الخير او الاتزان الكيميائي ايضا درسناه بالثانوية the state reached الحالة التي نصل اليها او حالة النظام in which the acid or base molecules ionize as fast as the ions recombine خلاص and no net charge can be observed يعني شنو؟ يعني لما الموليكولز مالت الاسد او الـ base يصير لهم ionization او يتعينون بنفس السرعة اللي الايونات هذي اللي انتجت ترجع مرة ثانية وتعطينا الايون الـ base راح نشوف الحين مثال شوفوا اي هني هذا حمض الاسيتيك acetic acid راح يعطيني CH3COO- اللي هي الاسيتيت زائد الـ H بلس اللي هو الهايدروجين كتاين حالة الالتزان اللي قبله شوي لما هذا يتفكك حق ذول هذا يرجع بنفس السرعة يرجع بنفس السرعة فانت ما راح تلاحظ انه هذا قاعد يتفكك وهذه اللي قاعد يتجمعون يعطوننا هذا ليش؟ لانه قاعد يصيرون بنفس الوقت بنفس الوقت بنفس الوقت وبنفس السرعة فاحنا ما نلاحظ الحركة لانه هذا تركيزه راح يكون ثابت جنا ما تغير يعني ينقص واحدة على طول تعوض هالوحدة فما نلاحظ تغير وهذه لنفس الشي ينقصون يتعمعون يبعض ويروحون هالصوب على طول هذا يتفكك ويعطيني هالثنين فما راح ألاحظ اي تغير في الحالة لانه التبديل هذا راح يكون بنفس الوقت We use single arrows to represent complete ionization لما نتكلم عن التأيون التام مثل حالة ال HCL نستخدم سهم واحد H plus زائد CL minus وشنو معنى هذا؟ معنى هذا ان هذا كله يخلص في نهاية التفاعل بينما في حالة Weak electrolytes أو Partial ionization Not completely dissociated Only Partially ionized خلاص ما يتفكك بالكامل وانما يتعين جزئيا Partially يعني وهذا هو المثال اللي شفناه فلو حطينا غلاس خوش غلاس هذا عوي تقول جدر شنو راح نلقى داخل هالجدر راح نلقى هني ايونات ال H plus لما نذوب في هذا الحبيب تمام ورح نلقى أنيونات ال CH3 COO ماينس ورح نلقى شي ثالث شنو هو؟ رح نلقى هذا على عدالة ليش؟ لانه ما خلاص كل ما تفكك شوي رجع تكون منه زود فرح ألقاه بهالشكل CH3 COO H موجود أيضا بالمحلول إذا وصلنا إلى نتيجة هي أن الألكتروليت الضعيف لا يتفكك بالكامل وإنما يتعين جزيلا فيه اللي هو ال NON-Electro light اللي ما فيه آيونات أبد ما يتفكك أصلا لا شوية ولا وايد مثل الشكر هذا لما نحطه في الماء وحيعطيني وحيعطيني CHH12 C6H12 أو 6 في حالة الأكويس أشوف آيونات هذا كان صل أشوف آيونات لما أشوف ما أشوف آيونات معناته هو يذوب لكنه ما يوصل تير الكهرباء إليش لا يوجد آيونات تمام هذا الجدول في شوية أشوف 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 ي هذه الم했던 م benefic ما هو مختصفين بدون أشوف الليwan من الأشوف من أن أشوف ماذاiego الفرق بين الالكت Lolite و غير الالكت Lets require a CO2 and فالتالك The Non Electrolyte rapprocher Просто المحلول المائي للألكتروليت يوصل للطير الكهربائي حيث أن المحلول المائي للألكتروليت لا يستطيع هذا هو الكلام الصحيح هل يقول لك من المحلول المائي للألكتروليت؟ بنائن على الجدول قبل شوية قلت لك حفظة هذا الحبيب رح يتفكك جزئيا بارشالي آيونيز معناته هذا ويك ألكتروليت صح؟ سهمين هذا الحبيب ما رح يعطيني آيونات ما رح يعطيني آيونات كلش رح يضل كذلك ويصير أكويس خلاص؟ هذا رح يتفكك بالكامل H plus زاد CL minus ما نتاقه هو استرونج إلكتروليت هذا الحبيب رح يعطيني H plus زاد H minus لكنه very weak إلكتروليت هني يقولي المرور الكهرباء خلال المحلول الموصل التيار الكهربائي اللي هو الإلكتروليتي إز كوزد باي سببه شنو؟ The movement of منو حركة منو الإلكترونز الكتايينز الأناينز ولا الكتايينز أند أناينز هذه الإجابة الصحيحة جميع الأيونات تساهم في توصيل التيار الكهربائي يا رب تكونوا استفدتوا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر